السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الوزارة بتأكد على حاجات كتير اليومين دول بعد انتشار ان الدراسة هتتأجل وفيه تعطيل في الدراسة والدنيا هتقف وسيادة الرئيس اصدر قربة تعطيل الدراسة طيب ايه اللي حصل الوزارة اكدت وجددت وزارة التربية والتعليم على ان امتحانات الصفوف من الخامس الابتدائي وربعة ابتدائي وثالثة اعدادي هتتم بالنظام المعتاد مع هذا طبعا الرابعة هتبقى يوم خمسة هتبقى فيها امتحانات فهم لكن باقي كل الدراسة من خمسة وستة والاعدادي والتانية اعدادي والتالثة اعدادي بالنظام القديم اما اول سنة والتانية سنة والتالثة سنة والنظام الالكتروني اما رابعة ابتدائي نظام فهم وهي عشر اسئلة مصدر مسؤول داخل وزارة التربية والتعليم وقال الكلام ده في بوابط الاهرام ان كل ما يثار حول دراسة الوزارة عقد امتحانات مجمعة لصفوف النقل والشهادة الاعدادية في نصف العام بسبب متحور كورولا اميكرون في نصف العام بسبب هذا المتحور غير صحيح بالمرة وما يتم الترويج له بهذا الشأن الشائعات لا اساس لها من الصحة لان ده المتحور له وجود له في مصر الى الان وفي اجراءات طبية يعني مكافحات بقى على اعلى مستوى عشان نأمن طلابنا على مستوى المحافظات وعلى مستوى الجمهورية كلها واكد المصدر امتحانات صفوف النقل والشهادة الاعدادية في موعدها المحدد وتبدأ في منتصف يناير المقبل لمدة 3 اسابيع وبعدها بيدخل الطلاب في اجازة نصف العام وكل امتحانات بالطريقة المعتادة بان لكل مادة امتحان منفصل لا مجمع مع كل المواد ده كان خبر سريع كده من بوابة الاهرام من داخل مصادرنا الرسمية من يعني الصحف المشهور احمد حافظ وفي نفس الوقت من اكد اولى وتانية وتالتة سنوي الكتروني اما ربع ابتداء امتحان للفهم عشر اسئلة اما من اول خمسة لغاية تالتة اعنادي امتحان بطريقة القديمة المعتادة هنتابع معاكوا اول باول على صفحتنا على الفيسبوك يحدث في التعليم وعلى قلواتنا اجيال اندلس و اجيال اندلس تيفيه هنوصل بكم لكل جديد ان شاء الله وكل اكيد من داخل مصادرنا الرسمية ما تنساش اشتراك في القناة فعلى جرس الكل هنتابع معاك و هنكون معاك لحظة بلحظة في امان الله